29 سنة و تيتا أنا 29 سنة كانت تيتا تيتا لكم حفيد؟ هلا وحفيد واحد بس شو اسمه؟ إليه يعني جوزتي بعمر 14 حبلتي؟ 14 وصرت تيتا بعمر 29 29 سنة هيدا باختصار حياتك جوزتي بعمر 14 سنة من شون حرمتي ان صرت تيتا بعمر 29 سنة؟ ولا شي تيتا موديرن بعمل كل شي ما بنحرم من شي ولا بحرم حدا من شي تيتا موديرن بس تيتا 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 فيها تكون موديرن وتقليدية أو مجرد ما تقول تيتا في خصائص معينة بتخليك تكون تيتا؟ إنه تيتا لحفيد اي اوكي بس بعدني صغيرة بعمل كل شي البدية وبحس حولي بعدني صغيرة بأي مواقف بتكوني عن جد تيتا؟ وبأي مواقف بتقولي أنا من تيتا؟ بحس حالي إنه تيتا وقت اللي بيجي بيقض بحضني بده ينامح بحضني من عشيه ببعد ابني صغير بيرجع بيقض هوي بده بحس إني تيتا مع أنه هوي ما بيعيت لي أبدا تيتا بيعيت لي باسمي نوف بتحبي عيتلك تيتا؟ إنه ما عندي مشكل بالعكس أنا بس بدي عرف عن حالي بقول إنه أنا تيتا تجيون هيك الصدمة يعني بأي مواقف تنجبر سيدي بعمر ثلاثين سنة تقول أنا تيتا؟ في بصير في معاكسات مثلا في مرة من الأيام في حدا مثلا إيجا بده يحكي معي يطلب إيدي وقلت له فيك تطلب إيدي من جوزي لعنه مسهد ده آخر شي قلت له لو عندي بنت تاني كنت جواسها كيها لأنه أنا تيتا لي من إن صدمي صراحة هكذا هدي بتلعب دور تيتا التقليدية أن التيتا اللي بتهتم بحافيدة التيتا اللي بتساعد بتربية حافيدة التيتا اللي حفيدة بيقضي وقتها عندها التيتا اللي بتحضر أكل طيب لحافيدة التيتا اللي بتحضر المونة لحافيدة ما بعرف هاي دول كلهم بعملون كل شي بيحبوا حافيدي يععملو ちは على طول بيقضي أكتر الأوقاتargentه أساساً تربيته كان أنا ربيته أكثر من أمه أمه لأنه كمان بنتي صغيرة بحس حولي أنه أنا ربيته عم تحكينا عن الشقة الإجابة أنه تكون تيتا بعمر صغير ولكن من شون حرمت أنت كنوف الطفلة المراهقة السيدة من شون حرمت لأنه صرت تيتا بعمر 30 سنين أنا كوني جوازت بنت 14 سنين خلاص انحرمت أوكي يعني من كل شي هيدا أكبر مشكلة يعني وقت صار عندي حفيد ما بقى من شون حرمت لما جوزت بنت عمر 14 سنين من التعليم من التعليم من تعيش حياتي يس جوزت عن حب أم كان زواج تقليدي أنه فيك تقول هايك يعني أنه بنت صغيرة عمر 14 فيها تقول أنه يمكن كل شي هو الحب بس ما بعتبر أنه هلا حفيدة حارمني من كل شي أنا عميش حياتي الطبيعية العادية بس أنت انحرمت يعني نتيجة زواج مبكر زواج لطفلة لش رجعت زواجت قبلت تزوج بنتك وعشت هذا الحرمان يعني من خلال التعليم ما عاشت طفولتك ما عاشت مراهقتك ما قدرت تتعلم وتتخصص وتعملي بتعملي لأي صبية بتحب تعمله ليه رجعت عشت نفس الشي عيشتي لبنتك أنا ما زواجت بنتي بنتي رحت خطيفة وأنا حكيتها وانصحتها بس ما قبلت النصيحة ورجعت رحت خطيفة يعني كنت بتمنى لو ما تتجوز أكيد لو ما تتجوز بعمر صغير أكيد شو اللي بتعمليه انت مع حفيديك اليوم ما كنت تتعمليه انت مع عصبتك بنط بجن بلعب كتير لعب أنا وياه أكيد أنا بتصور أنا وحفيدي سيلفي بيركبوا تيتا وسيلفي بيمشي لحو أكيد أكيد بيركبوا